أنتنا إما يعني زوجة أو أرملة أو أم أو مطلقة أو من مجتمعنا الذي يصعب الحلال عانس قد يعني عبر بها السن وما تزوجت أنا أريد في رمضان حقيقة أن تكتب كل واحدة من كنا تجربتها في الحياة فبعد ثلاثين سنة زواج أو بعد طلاق دام من خمسة عشر عام مثلا أو امرأة ترملت لتكتب كل واحدة تجربتها لو عادت الحياة مرة أخرى هل كنت أعادي أهل زوجي؟ هل كنت أعامل زوجي هذه المعاملة؟ هل فعلا هو إنسان كله شر وما فيه نقاط خير؟ طيب لماذا لم أستفد بطيبته أو بخلقه الحسن وأتغاضع عن كذا وكذا من أخلاقه؟ والله هذه ولا دولودي لا يعني مسرحيات شكسبير ولا يعني قصص فلان وفلان وعنلان وفلان ولا أجات كريستي ولا قصص الرعب ولا أرسل لبين ولا غيره ولكن أقول أن سوف نخرج بتجربة حقيقية تقول فيها المرأة المسلمة هذه إعادة صياغات حياة هل أستطيع أن أصلح ما أفسده الدهر؟ يعني دائما مثلا مرأة تقول دائما أنا أضع زوجي في مقام صغير أو في مكانة صغيرة أو أن المطلقة تقول أنا كنت السبب في هذا الطلاق أو أنه فعلا كان لا أستطيع أن أعيش مع هذا الرجل وإلا ربما دخلنا سويا النار إذا عيشت تحت سقف واحد وتقول الإنسانة التي هضم حقها من فلان أو فلان أو من أقارب أو غيره تكتب هذه التجربة أولا هو تعبير عن الذات ثاني شيء اعتراف بأن تكون هناك أخطاء مش ممكن يكون الزوج ملاكا طاهرا لأمر ابن شكائن والزوجة شيطان أو العكس لا تعتبر نفسك ملاك والرجل الشيطان لكن لابد أن هنا أخطاء وهنا أخطاء فهل نجلس يسويا أو يعني يجلس الإنسان مع عقله وفكره وروحه وقلبه في لحظة صفاء ويكتب تجربته إيه الإيجابيات في هذه الحياة التي صنعها يعني أنت تزوجت من مثلا من عشر سنوات من عشرين من أقل من أكثر اكتب هذه التجربة لماذا أنا قبلت هذا العريس هل لأن أبي أجبرني هل لأن أبي لما مات عمي وقف أمامي وأمي قالت إن لم تتزوجي ما أتى به عمك لا زواج لك وكذا وكذا طيب أو أنت التي اخترته بنفسك أحدد البداية طيب وأنا لما تزوجته ماذا كان مقصدي أن أقيم شرع الله والآن تزوجته لشكله ومنظره وماله وتزوجته لدينه فإذن واحد اثنين ثلاثة أربعة أصل في نهاية الأمر إلى حقائق تنفع أن تعيد إلي صياغة حياتي مرة أخرى لأن كثير من ما يعرض علي من مشاكل أن المرأة قابعة في بيت زوجها من أجل الأولاد فقط ونرى بيوتات كثيرة عندما تتزوج أخر بنت ويفرح الأب أنه ستر البنات وانتهت مسؤوليته في الحياة أول ما ترجع البيت يقول ما إن شاء الله يا أم فلان الحمد لله أنهينا المسؤولية وأصبحت ابنتنا في عنق رجل يتقل لا إن شاء الله تقول خلاص أنهيت المسؤولية طلقني ليه يا عم؟ أنا كنت باقية معك بس يعني عشان إيه؟ هذه البنت هل يكرم رجل من أجل بناته فقط؟ أم أن فيه جزءا من خلق يكرم من أجلها؟ أم أن قطاع الصبر قد ولى وتبخر وما بقي لأحدنا صبر على الآخر؟ هل القضية بهذا المنطق؟ ولقد قلت لكم من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حذر الأخطاء وقال كم يعف الرجل عن زوجته في اليوم؟ قال سبعين مرة المرأة التي سوف تخطي السبعين مرة أصلا متخلفة عقليا وغير كاملة الأهلية والزواجها أصلا باطل لكن والرسول ماذا يقصد من حنانه صلى الله عليه وسلم؟ يقصد إيه؟ يقصد أن مهما أخطعت أم أولادك انظر إليها لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يكره إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر بس؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر